تحية لكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحافة الغد والتي نطالع فيها أهم وأبرز الأخبار التي تتصدر صفحات العدد الجديد الصدر من صحيفة اليوم السابع معي هنا في الستوديو لتعليق على هذه الأخبار وأيضا لتناولها بالقراءة والتحليل الكاتب الصحفي بي صحيفة اليوم السابع الأستاذ محمود الضبع أهلا وسهلا بك معنا أهلا بك وكل مشاهدين من الأخبار مشاهدين نستهل هذه الجولة الصحفية من الصفحة الخامسة ونطالع تقريرا عن نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي وأيضا تفقده معرض القاهرة الدولي للكتاب ونقرأ السيسي يعيد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بريقه في اليوبيل الذهبي والرئيس أيضا يتفقد أجنحة المعرض برفقة رجال الدولة والرئيسة تصرح ترسيخ لعفوا محورية الدور المصري في التثقيف وأيضا التنوير يعني في البداية سيد محمود ما هي رسائل أهم رسائل التي تقرأها من قيام رئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح فعليات دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بص احنا عارفين ان استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي تهتم في الأساس ببناء الإنسان والجانب الفكر أو التثقيف ده جزء مهم جدا يمكن عارفين احنا القيمة اللي بيمثلها معرض القاهرة الدولي للكتاب للوطن العرب والأفريقيا والشرق الأوسط هو منارة من يوم ما تم إنشاؤه سنة 69 كان يعني احنا بنحتفل باليوبيل الذهبي للمعرض الدولي للكتاب يمكن النهاردة كان وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كوكبة من الحكومة وزير الدفاع ووزير الأوقاف وشيخ الأزهر ووزيرة الثقافة فبالتالي يمكن دي رسالة يعني لترسيخ نفس المفهوم وللتأكيد على المفهوم ودور الثقافة في عملية بناء الإنسان والتوجه اللي بتتخذ الدولة في ذلك يمكن المؤتمر أو المعرض هذه السنة بتشارك فيه 35 دولة منهم 10 دول أفريقية يمكن السنة دي فيه توسع في المشاركة الأفريقية بوجود 3 دول اللي أول مرة بشاركوا في معرض الكتاب هما كينيا وغانا ونيجيريا وده هدف محقق بشكل كبير جدا جامعة الدول العربية تضيف الشرف بتاع المعرض هذا العام ويمكن الشخصيتين المقرمين على المعرض ووزير الثقافة الراحل سروة عكاشا وسهر القلموي اللي كانت أول من نظمت وأسست فكرة معرض الكتاب سنة 79 فبالتالي الرسالة بتاعت كلها مهمة بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي والنخبة اللي رايح معاه بالإضافة لأكثر من 1200 ناشر كمية الكتب يمكن السنة اللي فاتت كنا مسجلين 4.5 مليون زائر زاروا معرض الكتاب خلال الفترة اللي بيقيمها لمدة 15 يوم أو الـ 12 يوم اللي بيتم فيهم المعرض فزي ما بقولك كده المعرض ده أصبح بمثابة قبلة لكل العالم وكل الدول وخاصة الواطن العرب والشرق الأوسط وأفريقيا في عملية تلاقي الثقافات والكتب وما وصل لها العلم وعملية أهمية الكتاب نفسه ودوره أهميته في بناء الإنسان بشكل عام نعم من الصفحة ذاتها مشاهدين من الصفحة الخامسة نطلع تصريحات رئيس الوزراء في اجتماعات منتدى دافوز الاقتصادي ونقرأ رئيس الوزراء شهادات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري تؤكد أننا على الطريق الصحيح وأيضا مدبول يشارك في اجتماعات دافوز ويلتقي كبرى الشركات العالمية ويعلن مصر شهدت أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال عام 2018 طيب سيد محمود وفقا لتفاصيل الخبر شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا في القارة السمراء خلال عام 2018 ماذا يعكس هذا برأيك؟ بصي هو التقرير بشكل عام بيأكد أن تراجع الاستثمارات المباشرة في الأعالم بشكل عام ولكن خاص مصر أو اللي كان باين في التقرير أن مصر كانت أحدى الدول أو أهم الدول الأفريقية أولى الدول الأفريقية اللي شهدت ارتفاع في نسبة الاستثمار المباشر خلال 2018 بنسبة ارتفاع 7% 7.9 مليار دولار دخلوا مصر خلال 2018 في استثمارات متنوعة ما بين الغاز والطاقة والصناعات وخاصة الصناعات الغذائية فبالتالي يمكن إحنا الفترة اللي فاتت كنا بنشاهد بيانات المؤسسات الدولية الاقتصادية اللي كانت بتشيد بعملات الإصلاح الاقتصادي اللي في مصر يمكن تواجد الوزير الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر ديفوس أو منتدى ديفوس ودي نسخة 49 للمنتدى يمكن مصر بتشارك فيه بشكل مستمر المجموعة الاقتصادية دي ما بتشارك فيه يمكن المؤتمر ده بتتلاجي فيه أكتر من ألف شركة عالمية غير قيادات السياسية الدولية من رؤساء ووزراء ورؤساء ووزراء والمجموعات الاقتصادية بتاعت الدول ونخبة الاقتصاديين في العالم بشكل عام بيلتقوا في هذا المنتدى يمكن الأهمية اللي موجودة فيه أو مشاركة مصر واللي حيعود عليها به ما هي يعني اللي بتشوفيه من تحقيق نتائج ولقاءات يعني كان عملها الدكتور مصطفى مدبوري أهمها لقاءه مع رئيس شركة قبل يمكن رئيس شركة قبل فجر في تصراحاته مع الوزير أو رئيس الوزراء إن في مصر فيها 38 ألف مبارنم مجد بيتعامله مع النظام الأيو اس اللي هو متخصف قبل فده مبشر وده أكد على ترحيب قبل أو رئيس شركة قبل إن هو يقيم استثمارات مباشرة وتلبية رغبة رئيس الوزراء في دراسة عملية استثمارات مباشرة في مصر كمان كان ليه لقاء مع رئيس شركة دانا غاز يمكن شركة دانا غاز كانت لها استثمارات في مصر 2 مليار دولار خلال الفترة التي تعتبر هي خامس شركة بتنقب عن الغاز أو منتجها للغاز الطبيعي في مصر ويمكن كان الكلام حولين توسيعة النشاط وبلوغ الاستثمارات لـ 5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة فالنتاج المتحققة من تواجد المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء يمكن خلال في مؤتمر ديفوس يمكن خلال اليوم الأول اللي هو الانطلاقة اللي كانت اليوم السلساء يعني يمكن ده هتلاقي نتائجها بتعود خلال الفترة المقبلة يمكن نمو الاقتصادي المرغوب وأيضا جذب الاستثمارات بص احنا خلال الفترة اللي فاتت يمكن كانت بتواجهن أو خلال السنوات اللي فاتت كالي من أول 2013 2014 و2015 كنت مصر بتواجه مشكلات معضلة في عملية جاذب الاستثمارات كانت على رأسها مشكلة الطاقة والحمد لله مشكلة الطاقة أصبحت يعني بفائض وأصبحت اقتصاد مختلف وأصبحت عامل جازي يمكن كان برضو قانون الاستثمار الموحد وتسهيل وتسليل العقبات أمام المستثمرين ده يمكن هو النقطة اللي كانت برضو واجفة عقبة جدام أي مستثمر ممكن ييجي مصر يمكن مصر رغم من المشاكل اللي كانت حصلة خلال السنوات اللي فاتت فما زالت هي البيئة الأرخص والبيئة المناسبة في إقامة أي استثمارات والتنوع الفرص اللي هي مش موجودة في أي دولة تانية يعني كم مصر خرضتها الاستثمارية متنوعة جدا في قطعات مختلفة في جميع الاستثمارات يمكن إحنا مركزين على عديد من الاستثمارات أهمها العقارية والتكنولوجية والطاقة والبترول والكهرباء النظيفة وغيره من الاستثمارات فدي ميزة مش موجودة في أي دولة تانية بالإضافة للمساهلات والمحافزات يمكن أنا يحضرني لقاء كان للرئيس عفتاح السيسي سنة 2015 في الأمم المتحدة في اتماعه مع قيادات لشركات قطاع الأعمال شركات أعمال وبيوت مال في أمريكا كان يتكلم على مشكلة أساسية بتواجه مصر لها البيوقراطية واتكلم بصراحة قال أنا مش حارفة أقضع البيوقراطية لف سنة ولف سنتين بس الأنظمة أو عملية الإصلاح اللي بتتم في الميكانة والشمول المالي وغيره من المتجهة للدولة والميكانة الكاملة وعملية الربط المالي اللي بتحصل ده بيأكد لك أنه بيتم القضاء على البيوقراطية وأي حاجة بتعيق الاستثمار بشكل جزري وبشكل سريع وده في حد ذاته كلها محافزات الاستثمار يمكننا إحنا ممكن نبص على ترتيب الدول اللي سابقانا في عملية جذب الاستثمارات ونتعلم من تجربها أو نشوف إيه اللي يناسبنا من خلال تجربها لأن أنا يعني في توقعي اللي بيحصل في مصر من طفرة اقتصادية وعملية إصلاح اقتصادي هيكون تجربة أهم من تجارب دول كثيرة جدا سبقاتنا زي تركيا وزي ماليزيا وزي غيره والدرازين ينقلنا حديثك إلى السؤال التالي دعلا نتحدث بشكل عام أو أشمل يعني أشار الخبر فيه تفاصيلي إلى ارتفاع نسبة التضفقات الأجنبية المباشرة في الدول النامية مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لماذا برايك؟ زي ما بقول لحضرتك البيئة أصبحت مناسبة التنوع الاستثماري موجود يمكن زي ما بقلت لك كده التكلفة بتاعة إقامة الاستثمار مازالت مصر فيها ميزة الأرخص في تكلفة أي إقامة أي استثمار المحفزات موجودة الإمكانيات موجودة التنوع الاستثماري في المجالات موجودة ولكني منات حدث عن مصر فقط يعني هو أشار إلى الدول النامية لو هنتكلم على أفريقيا بشكل عام أفريقيا من الدول أو القرات الغنية بمواد الخامفة بالتالي هي مطمع من كل دول الغرب بالنقطة الثانية القرى الأوروبية بشكل عام أصبحت يطلق عليها القرى العجوز ما عادش فيها أي نوع من التنوع في الاستثمار يمكن الفترة اللي جاية التوجه كله على أفريقيا واعتبار أن أفريقيا زي ما بقول لحضرتك فيها متوفر فيها بشكل كبير جدا مواد الخامفة أصبحت الاتجاه لها باعتبار أن هي لسه ما زالت قرى بكر ما أقيمش فيها استثمارات من قبل فهي أصبحت الأولى والاتجاهات الأنظار الاستثمارية بدأت تتوجه لأفريقيا ومصر يعتبر محور أو الهب بتاع أفريقيا فبالتالي إمكانياتها بتحتم أو بتجذب أكثر للإستثمارات اللي ممكن تصل إليها أنت عندك إمكانيات طبيعية مش موجودة في أي دولة تانية من خلال الحدود على بحرين المساحة الصحرة الشاسعة اللي بدأنا نعيد استثمارها المواد المحجرية اللي بتحيط على طول المليون كيلو متر مربع اللي بتنتريكم من يمساحة مصر فبالتالي كل الإمكانيات دي هي اللي بتخلي الاستثمار ينطلق إلى ناحية أفريقيا ومصر أكثر من الدول الأوروبية ومن أمريكا مشاهدين نتحول بكم إلى الصفحة الثالثة من العدد الجديد الصادر من صحيفة اليوم السابع ونطالع تقريرا عن جهود الكوات المسلحة في القضاء على الإرهاب ونقرأ الكوات المسلحة تعلن القضاء على 59 تكفريا وتدمير 242 عبوة ناسفة جهود متواصلة لمكافحة الإرهاب على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وتدمير 56 عربة دفع ربعي والقبض على 142 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا وأيضا المشتبه بهم تفاصيل هذا الخبر من فضلك بصي أنا مش هقولك على تفاصيل هذا الخبر أكثر بأن أنا هقولك أن ترمومتر الأمن أو الأمن بشكل عام بيقاس بعملية التحجيم وليس بعملية المنع بشكل عام يمكن الأجهزة الأمنية بشكل عام في مصر سواء كانت قوات مسلحة أو شرطة بالإضافة للأجهزة المعلوماتية أو الأزرع المعلوماتية للجهازين كانت الفترة اللي فاتت يعني جامت بدور كبير جدا في عملية تحجيم العبليات الإرهابية على مستوى مصر بشكل عام إحنا لو هنقيس المنع أو الكبح اللي حصل للعملات الإرهابية من 2013-30 يونيو 2013 حتى هذه اللحظة هتلاقي الترمومتر الأمن ينخفض بطريقة كبيرة جدا يعني يمكن العملية أصبحت منفردة وأصبحت المجهود بتاع القوات المسلحة يمكن من أول ما باتت العملية سيناء الشاملة في 9 فبراير 2018 يدنا اقتربنا من عام شوفي مدى الحصاد اللي تم على مستوى العمليات الإرهابية وعلى مستوى العمليات الجنائية يمكن التقرير فيه جزء خاص بهاربين من أحكام قضائية وهاربين من جرائم وبيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أحيالهم بالإضافة لعدد من الإرهابيين اللي تم تصفيتهم وعدد من اللي تم قبض عليهم من العناصر الإرهابية وكان دور الجهاز الأمن الوطني الكبير جدا فيه الدربات الاستباقية اللي تمت من خلال المعلومات اللي كانت وبيتم الدعم بيها القوات اللي كانت بتجوم بعمليات التمشيط في سيناء بالإضافة اللي احنا كنا في التقارير السابقة أو البيانات السابقة الخاصة بالعمليات سيناء الشاملة كانت فيه مزارع مخدرات بيتم العثور عليها عربيات الدفع الرباع للمربعة وخمسين عربية وكل عربية احنا عارفين العربيات دي كانت مهمة جدا بالنسبة للإرهابيين في ارتكاب الجرام اللي كانوا بيرتكبوها بالإضافة للسيارات اللي تم ضبطها والدرجات البخارية وفي الغالب كل هذه السيارات وكل الدرجات دي يا إما مهربة من الخارج يا إما تم سرقتها من القاهرة وتم وصولها للمناطق دي فبالتالي المجهود واضح وباين وانعكاسه بشكل عام على مصر بشكل عام جدا يعني على كل المحافظات يمكن مش على المنطقة بتاعت سيناء بس يمكن أي عمليات بتقوم بيها القوات المسلحة والشرطة المصرية ضد الإرهاب انعكاسها بيبقى على المستوى العام على الاقتصاد وعلى الأمن وعلى مستوى المواطن بشكل عام واحسسوا بالارتياح فكل المجهود ده يعني دايما بيبقى مذكور بالتحية والشرف وكل اللي بيحصل في سيناء هو أشرف ما يتم في الوقت الحالي مشاهدين من الصفحة ذاتها من الصفحة الثالثة نقرأ وفد وزاري مصري يواصل جولة التعرف على تكنولوجيا تدوير المخلفات في ألمانيا وزراء الإنتاج الحربي والبيئة والتنمية المحلية ورئيس العربية للتصنيع يتفقدون إحدى الشركات العالمية وأيضا يشاهدون تجربة منظومة المخلفات وتوليد الطاقة منها بوجهة نظرك ما أهمية الاستثمار في مجال جمع وتدوير المخلفات بأنواعها في السوق المصري بص أهميته بترجع ليه؟ أن أنا عندي في السنة المصر بتطلع 12 مليون طن زبالة أو قمامة الـ 12 مليون طن دول دول يعتبر اقتصاد ما يعتبروش حاجة تترمي في الشارع وتسبب لي أمراض وتعمل لي مشكلة وبتاعه والجو ده يمكن إحنا الوفد المسافر وزير الإنتاج الحرب الدكتور محمد العصار ووزير البيئة ووزير التنمية المحلية اللي هم المسؤولين عن ملف المخلفات اللي بتطلع في مصر يمكن القاهرة وحدها كانت متصدرة بـ 27 مليون طن قمامة في السنة أنت لو جعت الجيس بالشهر وفي اليوم هتلاقي أرقام مهولة الأرقام دي أو الكميات دي لو تم إعادة تدويرها هتطلع لك باقتصاد ومردود مختلف تماما وغير عمليات تشغيل الشباب وعمليات أن أنت بتستفدت من حاجة كانت مسبب لك أزمة فبالتالي التجربة اللي هتم نقلها من ألمانيا بيعتبر أن هي رائدة في هذا الأمر ده حيبجم احتاج في نفس الوقت ثقافة بالنسبة للمواطن لأن أنت لو هتشوفي هناك سلات القمامة أو الزبالة بتبجى ثلاث سنديج واحدة للورقي واحدة للصلب واحدة للزجاج فبالتالي كل الحياة دي بتسهل عليهم اللي هيجي يأخذ الزبالة أو القمامة دي هتسهل عليه فيما بعد زي يعرف يستخدمها بدون أي أزمات فبالتالي القصة دي خلال سنتين لو تم تطبيقها في مصر أو تعممت على كل المحافظات على قدر الإنتاج بتاعها من القمامة والمخلفات هتلاقي الموضوع ده ليه مردود اقتصادي لكل محافظة فبالتالي الحياة دي ممكن ماشى في إطار استخدام موارد مهدرة يعني أنا بعد كده مش هقولي إن دي زبالة دي كنوز القمامة تعتبر كنز بس اللي يعرف يديرها ويعرف يستغلها نعم مشاهدين ننتقل إلى الصفحة الثانية ومنه نختم هذه الجولة الصحفية نطالع الحلول التي وضعها البرلمان لمشكلة هروب المشردين من دور الإيواء ونقرأ البرلمان يضع خمسة اشتراطات منظمة عفوا لعمل دور الرعاية منعا لهروب المشردين وأجندة الحلول تشمل الرقابة والتأهيل وبناء الثقة والمساعدات العينية وإجراء قباد صارمة على الدور المخالفة هل لك أن تصلت لنا الضوء بالشرح والتفصيل لهذه الاشتراطات الخمسة التي تضمنتها أجندة حلول البرلمان بص يمكن زي ما صنف النائب أحمد حامد المشردين لثلاث أنواع المشردين اللي هما المتساولين وده يمكن ده مرتبط بوزارة الداخلية المشردين اللي هما فاقد الأهلية بفاقد العقل والوعي ودولها تابعين هيربطوني بوزارة الصحة والمشردين اللي هما بدون مقوى فهيربطني بوزارة التضامن فبالتالي لازم أبقى عندي تصنيف للثلاث حالات دول ولازم الثلاث وزارات يبقوا حاضرين لاحتواء ملف المشردين يمكن المبادرة انطلقت من رئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام وبدأت التحركات عليها من التضامن يمكن برضو اتحدثوا على فكرة أنه ما فيش معاملة كويسة داخل بعض الدور فبالتالي بعض النوزلاء فيها بيلجقوا للهرب وبيلجقوا أنه هما مش عايزين يكملوا في الدار دي فبيرجعوا للشارع تاني فالملف ده محتاج أنه التلات وزارات يبقوا حاضرين في الملف يتم دراسته بشكل قوي لأنه برضو فيه مشاردين بيروحوا الدار وبيرجعوا تاني لأنه يعني شايفين أن التسول أفضل ليهم وفيهم اللي زي ما قلت لحظت كده عنده أزمة عقلية نفسية فبالتالي ده محتاج وزارة الصحة أنها تتدخل لحل المشكلة الأهم في ده كله أو في التلات حالات أنه لازم يبقى عندي عامل متضرب أو موظف مؤهل أنه هو يتعامل مع التلات حالات دي سواء كانت من خلال وزارة الداخلية أو من خلال وزارة الصحة وده محتاج طبيب نفسي أو من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ويبقى ده محتاج حد يتعامل برفق وحد يتعامل بأسلوب يعني فيه إنسانية أكثر من اللازم لأنه برضو الحالات دي بتبقى فيهم منهم اللي الظروف دفعت ومنهم اللي عنده مشاكل أسرية ومنهم اللي أهله رمو أولاده رمو فبالتالي بتلاجي فيه قصص مأساوية كثيرة جدا في هذا الملف المسألة في الأساس هتبقى محتاجة موظف مؤهل ماذا عن دور الإعلام المطري في تغيير وجهة نظر ربما الغالبية من الشعب المصري الذين ربما ينظرون بنظرة لا تقدر مثل هؤلاء الذين يخرجون من هذه الدورة الخاصة بالرعاية والتأهيل هل ترى الإعلام المصري دوري في تطقيف المجتمع المصري وربما زيادة وعيه تجاه نعم تجاه كل الأفراد الذين يقتنونها مثل هذه الدور بصي هو الإعلام محتاجي أنه يسلط الضوء جنبا هو بيوعي الناس ربما لإعادة دمجيهم فيه المجتمع المصري ده مطلوب بس في الغالب أنت بتلاقي غالبية المشاردين مسنين فبالتالي هو الشريحة اللي هي بدون مقوى دي بتبقى محتاجة مكان يقويها وتوفر لها الخدمات من أكل وشرب ورعاية مش أكتر من كده يعني لكن المتسولين دولا ممكن تلاقيهم في كافة الأعمار سواء كان ممكن تلاقي من سن خمس سنين أو عشر سنين لحد مثلا ممكن تلاقي في مسن بيتسول عنده ستين سنة أو أكتر من ستين سنة وبتلاقي من كل الفئات فده محتاج عملية تصنيف وإعادة تأهيل ومحتاج أن أنت توعي به المجتمع الشريحة اللي هي ينفع عيد دمجة بالمجتمع وتتحول من شخصية ما كانتش منتجة لشخصية منتجة وفعالة كلام ده كله محتاج ده يعني حملات توعية من الإعلام وفي نفس الوقت برنامج متكامل من وزارة التضامن الاجتماعي أشكرك الكاتب الصحفي بصحيفة اليوم السابع أستاذ محمود الضابة شكرا لك على كل هذا العرض شكرا لك شكرا كل مشاهدين لموارد معنا من الأخبار اليوم أهلا وسلام بك شكرا لك يا فامو شكرا لكم وأيضا مشاهدين الكرام على هذه المتابعة الحسنة غدا في المواد نفسي جولة صحفية جديرة تقبلوا تحياتي إلى اللقاء نورتي رأي فانتم